اسمحوا لي أنا خلصت كلمتي والحقيقة اللي شجعني أن أنا أتكلم في موضوع آخر هو أن أنا حضور كريم من قادة العالم لهذا المؤتمر أكبر حجم معزرة يعني من القادة قادة الدول ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات موجودين الآن معنا عشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا وحتقابلنا لكن أنا حتكلم معاكم النهاردة إن سمحتولي أن أنا أتكلم في موضوع آخر هو نداء إحنا محتاجين نتحرك نعمل ندعو ليه أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم إن ما كانش كل دول العالم أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرونية وبوجه نداء إن سمحتولي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب من أجل أن تتوقف هذه الحرب من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الحرب أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب أنا بقول تاني أنا إحنا مستعدين أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتولي بكده إن سمحتولي بكده إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب هذا نداء من مؤتمرنا هنا إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الضمار وهذا القتل بالمناسبة إحنا مستعدين بالمناسبة أنا مستعد ومش مش للبحث عن دور لا والله ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب وأتصور إن كثير من القادر الموجودين يشاركون الرأي ده إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب أشكركم وأرجو أن أكون قد أثقلت عليكم مرحبا بكم في مصر في شرم الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته